صباح وسهلاً أنا معكم هوني من ماوي في سنة 2022 مع شركة Qualcomm على التك صمت كانوا يتحدثون عن الحاسوب الجديد من سناب دراجن 8 جن 2 سيكون إن شاء الله سنة جديدة وليس فقط هكذا، فرجونا أيضاً تكنولوجيا جديدة مسميها الفيس انلاك من شركة Trynamics هذه تستعمل الكاميرا الموجودة في قدامنا على الفرنت فيسين كاميرا الموجودة على التليفون ليس تجعلوها يتخبوها تحت الشاشة ولكن فيها تستعملوها تستعملوها وتكون سيكورتي طبعها مثل تعيط البصمة التي نستعملها عادةً ولم يمكننا أن نضحك عليها لا بصورة لا بفيديو ولا حتى إذا عملتوا ماسك شكله مثل وجه كون وتضعوه قدامها لا تستطيعو تعملو عليه الفيس انلاك دعنا نتحدث عن التكنولوجيا جديدة من ماوي مع Qualcomm والحاسوب سناب دراجن 8 جن 2 الآن نتحدث عن التكنولوجيا جديدة مثل ما قلتكم جاية من شركة Trynamics الآن التكنولوجيا التي نتحدث فيها هون تستعمل ثلاثة كاميريات ينوجدون تحت الشاشة معنايته بنا نستعمل التكنولوجيا تاعت الأولد للشاشة لا يمكننا أن نستعمل الالسي دي لأنه الالسي دي عنده مثل ما يسموه الباكتلايت بيطلق بيدوت ضوء من وراها لتضوء الشاشة مفروض نستعمل الشاشة تكون نحيفة شوي هنشوفها بالتلفونات لفلاكشب عرضوها الآن نحنا بالنسبة مع الحاسوب الجديد 8 جن 2 وهذا مفروض يقولنا أن هذه الخبرة حتي تجيب التلفونات لفلاكشب الجديدة معنايته فينا معقول نشوفها من سامسون ونشوفها من شركات تانية فيفو أوبو وهيك شغلات الحالية فيها أنه لا تزيد سماكة على التلفون وهذه الحالية فيها كثيرا بدأوا أعطيني هون الرجال فرجاني كيف عمل رجسطر تحط الوجه على التلفون وبعدين طفل 2 دي عليها طفل skin detection تقدر تقدر تشوف هيدا إذا الجلد تبعنا حقيقي أو إصطناعي مثل ما فرجيتكم جايب لنا مثل ما ساموها ماسك خصوص لوجه هو وفيه تشوف أنه شكله مثل ما هو مظبوط لما بيعملوا من غير ما يعمل ال skin detection ليشوف أن الجلد بيقدر يستعمل ال ماسك وبيعمل التلفون انلاك بس لما بنعمل ال skin detection وبيدوره ال ماسك ما بيقدر يمشي الكاميريات هيدول بيطلعوا مثل النقطة الصغيرة بيسموها ال dot display بيعتبت عدة نقطة على وجنا لتشوف كيف الحركة بيز جسمنا بحرارة و تقريبا ليس فقط الحرارة انه تقدر تشوف إذا الجلد حقيقي أو لا عشان هيك لما انا حاولت استعمل التلفون لا زبطت مظبوط بس الحالية فيها هذه انه بتمشي دغري مجرد مجرد ما تمسكوا التلفون تقيموا الى وشكن تبدأ تعمل ال unlock والقوة من نفس القوة ال عملوها ال security level تعييتها في أوروبا بأميركا وحتى كمان بأسيا حتى يقدر يزبطوا كل ال security level ويستعملوها مع عدة شركات ان شاء الله حنقدر نشوفهم في أول سنة جاي في 2023 على التلفونات مع snapdragon 8 gen 2 خبروني فيهم كمان نستعمل الحاسوب القديم منه Qualcomm 8 gen 1 ولا حتى كمان نستعمل ال 88 السيستام بيمشي وياخد كثير قوة لما مندور الشاشة اللي نستعمله وهذا الحيوي فيه للسيستام كثير حلو وكثير صغير وبينحط وراء الشاشة معناتو على التلفونات الفولدبلز هادي حتكون شغل كتير يميحة يلا خبروني تحت قولوا لي شو رأيكم فيه لهال نظام جديد هل بي تشجعون ان اجيبوا تلفون جديد مع snapdragon 8 gen 2 ولا انتو بتفضلوا تستعملوا هذا بيكون احسن لكم ومبسوطين فيه كتير انا طارق موجود معدكن هلا من ماوي مع شركة Qualcomm بالتكسامت 2022 يلا حتشوفوا فيديوهات زيادة واللحقوني على الانستغرام وعلى التويتر حتى تشوفوا شغلات التانية اللي عم بتصير من Qualcomm ومهاني من ماوي شوفكم ان شاء الله في الفيديو جديد شكرا